تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد أنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ومتابعة الشيخ زايد بن حمد أنهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية تنطلق بعد غد الخميس فعاليات النسخة السادس عشر لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية تايتل شو ثاني محطة جولة الجياد العربية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن تفاصيل البطولة التي تأتي في حلة جديدة وبشكل مختلف وذلك بعد ترقيتها إلى فئة تايتل شو واختيارها لتكون المحطة الثانية في جولة الجياد العربية في نسختها الأولى وستقام البطولة في اتحاد أرينا في جزيرة تياس بتنظيم وإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية والتي ستشهد مشاركة ثلاثمائة وأربعين خيلا مئة منها من خارج الدولة إضافة لاختيار عشرين حكما من دول مختلفة كما سيتم استخدام نظام الدرجات في التحكيم بالتعاون مع جولة الجياد العربية